الكراب محتجاله 125 جرام دقيق ابيض 3 بضوات 250 جرام لبن معلقتين زبدة لو هستخدم للحادق هحط ملح وفلفل لو هستخدم للحلوة هحط فانيليا لو بنفس العجينة هعمل الاتنين بحط ارفة للحشوة عندي كيس سبانخ فروزن ومتصفي من المياه او سبانخ فراش بصل مفروم ثوم مفروم ملح وفلفل وسماء من عند العطار السماء بالجاب وتلاتة صدور فراخ متقطع شرايح زي الشاورمة كده حطيت رشة الملح على الدقيق حطيت رشة الملح والفلفل على البيض وتعالوا بقى في الخلاط ننزل البيض ننزل مكعب الزبدة هحط معايا الدقيق وبعدين هنزل اللبن واحدة واحدة يعني احتمال يكون مش هياخد كل الكمية يبقى انا ما ايه مدايقتش نفسي هكون مجهزة طاصة هحط فيها مسحة زيت او زبدة هنحط هنا الكريب احرك الطاصة بيدي في كل الاتجاهات لحد ما تعمل لي ايه دورية مظبوطة اول وش على دقيقة تاني ووش على دقيقة تانية ويبقى الكريب جاهز الكريب اللي احنا عاملينه ده يتشال في التلاجة لمدة اسبوع مستوي وما بينه فواصل عشان ما يلزقش ويكون متكيس كويس جيدا حطينا معلقة الزيت حطينا البصل حطينا ملح وفلفل هنزل عليهم السماء هنزل عليهم السبانخ هقوم منزلة هنا في الحتة اللي انا فضيتها دي الفراخ انا حطيت الفراخ حطيت معاها الملح والفلفل والسماء وحبتت يدخلها مع المكونات كده هنزل عليهم الكريمة وهحط عليهم الجبنة الموتساريلا وحرفع منع النار شوية سلطة هنا تحت وبعدين على الحتة اللي احنا قفلنها على الكريب نقوم حطينها برضو من تحت عشان ما تبتحش ونحشي بقى وهكذا 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 حاجي بقى من هنا كده قوم حطة شوية سوس طماطم وبعدين هحط على الوش شوية موتساريلا وندخلها الفرن اشتركوا في القناة